السلام عليكم مرحبا بكم ناس الجياس كا تشهر مع جديد أخبار شبيب القبائل هذه ثلاث لقاءات ودية لشبيب القبائل فاز فيها شبيب القبائل ظهر اليوم ثلاثية كاملة من سجل الأهداف ربما الكثير فهذه هي أمامكم التشكيل الأساسية الأولى بتاع الشوط الأول اللي كانت خاصر هدف مقاعدة سفر في الشوط الأول بعدها عدنا النتيجة وكانت تستعدلون لايك الفيديو أبوني في القناة توتركونا التعليق وآخرا أول أهداف الوافد الجديد بواليا إن شاء الله ما يكون شهده هو الهدف الأول إن شاء الله أهداف مزيد من أهداف بواليا يضيف الثالث إذن نهاية اللقاء بفوز شبيب القبائل بثلاثية لهدف واحد الأوداء في الشوط الثاني شيء إيجابي للفريق هجم لها أنه كانت شبيب قبائل خاصرة مشاهدنا التشكيل للعب في الشوط الأول وبعدها تلاتية بركان وبواليا وبواليا أهداف تقريب هجومية يعني صراحة يعني التلاتي الهجومي هو الذي سجل الأهداف وهذه حاجة بشير بالخير هكذا شبيب القبائل نحكي عن شباب بعض هذه الإحصائية تلت لقاءات الودية فاز في لقاءين وتعادل في لقاء واحد سجل خط الهجوم ستة أهداف وهذه حاصلة ربما ربما شبابه تقريب معدل لهدفين في كل مقابلة بالمعنى أنه حصل نهاية جدا استقبال الخط الدفاع اللي لازم العمل عليه ربما كيعا جديد مدني ومقدم وأحيانا ربما بين الشوطين غير التشكيلة ربما الأقرب مدني ومقدم هما الذين سيشكينا الوسط الدفاع تداول على تجل خط هجوم ونسة أهداف بينما استقبل خط الدفاع الثلاث أهداف هدفين جاء من ضربتي جزاء تداول على تجل أهداف شبيب القبائل آدم رجم آخريب الحمري عزيز وبركان وارتر بواليا وبواليا أخيرا بواليا هذه أهداف شبيب القبائل استثنف لهذه ثلاث تقعات ودية إن شاء الله الشبيبة تسفيد أكثر وأكثر لايك الفيديو أبوني في القناة وتركونا تعليق في فيجي أسكا سلام خوتي